موسيقى 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 مكايد إبليس هل أحسست بهذه العبارة؟ اليوم منسمع كتير في هذه الفكرة مكايد أو مكيدة أو شخص عن بكيد أو بيعمل مكايد كيف ممكن نعرف كلمة مكيدة أو مكائد؟ كيف ننظر لها طبعا من ناحية كتابية؟ أهلا ومرحبا بكم إخوتي وأخوات المشاهدين بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح اليوم من خلال هذه الحلقة رح نشوف هذا الموضوع ويمكن إحنا تكلمنا عن الحرب الروحية في الماضي بشكل مقتطفات أو أجزاء معينة لكن اليوم التركيز رح يكون عن الحرب الروحية وبالتحديد عن كلمة مكايد فلربما هذا الموضوع بثير انتباه معين في ذهنك يمكن أنت عم بتعاني من ضربات من فشل من كل أنواع المكائد واليوم الشرير اللي بسميه الكتاب المقدس فاليوم يومك أنا بدعوك أنك تسمع لهذه الحلقة اللي أنا متأكد رح تلمس قلبك وحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير صورة تانمية اشتركوا في القناة اهلا أعزائي المشاهدين حديثنا عن مكايد إبليس وبصرني جدا أن أستضيف هو صاحب مكان على فكرة مش ضيف القسيس عزة شاكر الأسيس عزة طبعا مش مجهول معروف على القنوات الفضائية وكان ضيف لهذا البرنامج عدة مرات ونستمتع دايما من خلال البرامج اللي بيقدمها أو الخدمات اللي بتقوم فيها في الكنيسة الأسيس عزة هو راعي كنيسة الإنجلية بمدينة نصر في القاهرة في مصر في الجمهورية المصرية أهلا وسهلا أشكرك أشكرك يا أسيس نزار بصدقه قدام الرب أنا بفتخر بالعلاقة اللي ليا بحضرتك وبفتخر بخدمتك ودايما نقول يا رب اديني قلب زي قلب الأسيس نزار القلب النقي اللي بيحب الرب اللي مليان قداسة تعيش يا أسيس والبرنامج ده فعل نور لكل مكان أنا عابلت ناس على فكرة اتغيروا وصلهم نور المسيح من خلال البرنامج ده ومن خلالك وكنت بتكلمهم شخصيا في البرنامج مجدا للرب شكرا كتير على تشجيعك أسيس أنا ذكرت مدينة نصر لأنه يمكن أغلب الناس اللي من خارج مصر بيسمعوا كلمة مدينة فهي في داخل القاهرة منطقة كتير كتير حلوة والكنيسة والاجتماع اللي عندك فعلا بركة كبيرة كبيرة والناس ومحبتهم اللي في كنيستك بتلمس القلب والكان خليني في الأول قبل ما نخوض في الموضوع طبعا لما بيكون فيه متكلم عادة بسأله شو الرب حاطت على قلبك وانت على طول يعني ذكرت هذا الموضوع موضوع مكايد إبليس شو السبب إنه هذا الموضوع اللي أجب في فكرك؟ للأمانة حاسس بحروب على ناس كتير الأيام دي والناس كلها بتسأل بتسأل فالناس مش يعني الناس متلخبطة فما لأصل من وقت ومن أول السنة دي وأنا مشغول بالقضية دي وبقول له يا رب ساعدني أعمل كتيب في نفس العنوان ده مكايد إبليس وأنا الأمانة كتبت يعني لسه مطلعش لكن بكتب فيه أنا كاتب حوالي خمسة وعشرين مكيدة الإبليس اللي هو بيستخدمهم معانا طبعا يعني أنا لما ذكرت الكلام ده في مرات فالناس قالوا ده فيه ولا خمسمية مكيدة فعلا ولا خمسمية مكيدة وكل واحد عنده قصة من هذا الموضوع بالضبط لكني مشغول بالقضية دي لأنه شايف الحروب كتيرة جدا حروب في البيوت قد إيه بيوت منقسمة قد إيه بيوت منقسمة حروب في الكنايس قد إيه كنايس منقسمة الإنسان نفسه ممزق ساقط ضايع فجزء كبير حروب إبليس ففيه مكايد كتيرة فقلت يا رب ساعدني أفضحه على قد ما أقدر بأمانة أفضح إبليس فحتى أقول لكل واحد خد بالك دي مكيدة خليك ياقظ ليها ده السبب يعني إحنا كمان رح نتكلم من منطلق كتابي لكن خلينا أوشيه لك سؤال تاني أسيس اليوم ما بديش أقول خارج الإطار المسيحي اليوم في المسيحيين بالكنيسة المسيحية بغض نظر على اختلاف الطواقف اليوم في كتير ناس حتى في كليات اللهوت على فكرة عم تنكر فكرة الشر والشيطان طبعا وإبليس الأسماء طبعا 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 كأنه وهم كأنه يعني الإنسان خلقوا لنفسه هذا الشيء شو ردك على هذا الموضوع يعني أنا مبسوط من فكرة سي إس ليوس اللي قال إن فيه اتجاهين الاتجاهين دول اللي سيدين اتجاه بينكر تماما وجود الشيطان ويقول إن دي جذوبة ما فيش حاجة سمع الشيطان والاتجاه التاني اللي بيرعب الناس من الشيطان سي إس ليوس بيقول الاتجاهين دول بيسعدوا إبليس بالتساوي سواء ينكر تماما وجود الشيطان أو يرعب الناس من الشيطان فنبول لا إبليس موجود حقيقة حقيقة في حاجة اسمها حرب روحية فعلا إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو بوليس يكتب إلى التسالل نوكيين يقول لهم مرة ومرتين كان مخطط إنه يجي يقول أعاقنا الشيطان أعاقوا إزاي أنا معرفش لكن بيقول لي إن في حرب وقدر يعيقوا عن إنه يروح تسالونيكي مرتين وأكتر وهكذا كتير جدا لكن كمان ما نرعبش الناس لازم يبقى في ذهننا إن الشيطان موجود لكنه عدو محدود ومهزوم يعني أنا بحب الكلمتين دول لأن في مرات بند إبليس نفس صفات الله كأنه موجود في كل مكان نفس صفات الله ده جنون يعني أنا بفتكر لما فارس زمان كانوا بيؤمنوا بوجود إلهين يمكن نتطرك لده في أي حاجة تاني أهورة وأهرمان إله الخير وإله الشر والواحد بيعبد لتنين عشان ده يتقي شره وده يدي له خير فأنا بشوف النهار ده الناس وبعض الوعظ بيتكلموا عن إبليس وكأنه موجود في كل مكان كأنه مساول الله كأنه مساول الله ما إلا ده بتاع الخير ده بتاع الشر لا هو محدود ومخلوق مخلوق وكائن روحي طبعا بالزبط فلأنه محدود ومخلوق وفي نفس الوقت مهزون يعني لما الرب يسوع يقول رأيته الشيطان ساقطا ساقطا لما يقول إذ جرد الرياسات والسلاطين لما إدانا إحنا سلطان إن نخرجه وإن ندوسه مش كده ولا إيه يبقى إذن إحنا أقوى لما يقول قاومه إبليس إيه اللي يحصل يهرب مين اللي يهرب مش إحنا هو اللي يهرب فيهرب الضعيف فأنا بقول لناسي وكل اللي بيشوفنا الوقت إحنا أقوى باسم يسوع إحنا أقوى يعني إلهنا معانا ماسك بأدينا في حروب أه في حروب إبليس موجود أه موجود حقيقة بيهاجمنا عنده مكايد هنتكلم عليها يعني بعد إذنك لأنه الكلمة موجودة في رسالة بولوس إلى أهل أفسوس لكنيسة أفسوس إصحاح 6 إذا ممكن أقرأ أيتين ويمكن بيكون المدخل اللي حادثنا في رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفسوس الإصحاح السادس وخليني أبتدي من آية عشرة أخيرا يا إخوتي تقوّوا في الرب وفي شدة قوته إلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن مصارعاتنا ليس مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير فواضحهم بيتكلم عن حرب بيتكلم عن السلاح وبيتكلم عن الكيفية إنه كيف نقاوم إبليس إنه فعلا في عدو وعنده تنظيم وتخطيط وعنده بلان وعايز يوقعنا دي حقيقة موجودة لكن أنور حاجة الأول قبل المكايد في آية عشرة يقول تقوى في الرب دي جملة مهمة جدا تقوى للأمانة محتاجة نفهمها أكتر لأن الناس يسأل إيه طب هتقوى إزاي لكن هي في اللغة اليونانية في صيغة المبنى المكهول والمفروض تترجم دعو الرب يقويكم وهي زيها زي لما قال في آفاسوس ولا تسكاروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتالئوا هي دعو الروح يملأكم أنا أخضع والروح يملأني فهنا بيقول تقوى أي أنت عندك قوة متاحة قوة الرب فهو اللي هيقويني وبعدين ما يقولش تقوى بالرب لكن في الرب تعبير في المسيح اللي استخدمه الرسول بوليس كتير يا سلام وكأن يقول سر النصرة أن أنا أبا في المسيح أنا في الرب لو أنا في المسيح هيبهو كسائي هو اللي بيصد عني هو اللي بيدافع عني وبعدين يكمل بعد كده إلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد ما قالش مكيدة مكايد 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 وأنا سداني يا عسيس نزار بقول لقاتي أولا كلمة مكيدة في الأصل اليوناني معناها مناورة حربية فهو عنده مناورة وبعدين ما قالش مكيدة قال مكايد وكأن يدبر لي خطة عشان مثلا يسقطني في خطية المال أفترض أن أنا انتصرت يدبر لي خطة يسقطني في خطية الجنس انتصرت يدبر لي خطة يسقطني في خطية علاقات مع زملائي مع ناس يدبر لي خطة يعني عنده المكايد هي المخططات المصحوبة بالدهاء بالزبط والزكاة والمراوغة يعني فيها يعني ده عم بخطط يعني شخص عم بخطط عنده ازاي بتكتكها بالزبط يعني الرسول بوليس استخدم بالتوازي مع كلمة مكايد استخدم كلمة فخ وهي نفس الفكرة نعم لان الفخ السياد بياخده يخبية نعم زمان ويحط مثلا الحبوب اللي الطائر يجي يشوفها نعم فيشوف الحبوب لكن ما يشوفش الفخ نعم فقال جات كلمة فخ في العهد الجديد خمس مرات نعم لما يتكلم مثلا عن مواصفات الأوسكوف في تيميساوس الأولى تلاتة سبعة يقول ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لقال لا يسقط فيه تعيير وفخ وفخ إبليس فكلمة فخ هي مناورة حربية هي نفس الفكرة بتاعت الدهاء اللي حضرتها كلتها المكر فأنا حطيت واحدة من المكايد لما نيجي بعد كده قلت يريك الطعم ويخفص النارة دي مكيدة من المكايد طبعا يريك الحبوب اللي هتيجي تلتقطها لكن يخف الفخ وإحنا بغباء ما بنشوفش غير الطعم الطعم شكله جميل شكله جميل بالمناسبة دي أحكي لك حكاية أنا طورتها كان زمان كاتب كبير في مصر اسمه أحمد بهاء الدين كان واحد من الكتاب المستنرين فكان كاتب في مقدمة كتاب لي عن الفرق بين الإنسان والفار أنا طورت القصة فأنا اللي بحكيها لكن خدت الفكرة منه فبيقول الفار تقدر تصيده بنفس الطريقة اللي كان بيصيده بيها أبوك وجدك الفار ما عندوش ذاكرة مش بيتعلم بيشوف بس حتة الخيار أو الطماطم بيقول المفروض الإنسان بقى يتعلم من أخطائه يتعلم من سقطاته الإنسان المفروض يشوف المصيادة مش بس حتة الخيار فبقول اللي بيشوف الخيارة بس أو الطماطم بس بينزل بمستوى من مستوى الإنسانية إلى مستوى الفران فبقول لكل بعد خليك ياقز بص على المصيادة شوف بعد حتة الخيار ده يعمل فيك هي سداني يا سيس نزار أنا بقول ده تحذير لكل واحد بيشوف إن بيورينا حتة الطماطم اللي بيشدنا بيها وإن يا مناس يطلع له صورة على الشاشة الصورة تغري يجري ورا صورة تانية وصورة تالتة يروح لغاية فين والبيت بيتضمر وعلاقته بمراته بتتضمر وإن كان شاب بيتضمر أو يوريك إغراء الفلوس لما تبقى معاك يقول لك غير رقم بس بعد ما تغير رقم هتغير العربية شفت المراكب العربية بيئم دابل وإحنا يحصلني ده يتملي وهم وأنا مش عارف إنه هجيب كارسة لنفسي فأنا بقول لكل واحد خد بالك يوريك الطعم ويخفص النارة يوريك الحبات الجميلة ويخفص الفخ قول لرب افتح حناية أشوف إيه اللي ورا كل طعم أنا طولت عليك آسف لا أنا عم بفكر وإنت بتتكلم برسالة يعقوب اللي بقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشروح ولا يجرب أحد ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع وانخدع من شهوته يعني فيه زي حوى يعني رأت أن الشجرة شهية يعني ابتدأت في نظرة لكن تبلورت يعني فيه داخلها طبعا بقول إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوته إذا حبلت اتلده خطيئة طبعا الخطيئة إذا كملت تنتجم طبعا بتبتدي بشيء يعني يمكن أنت بتقول هذا بسيط وبقترش يعني خليني أفوت شوي أكتر وما بتلاقي نفسك إلا أنت مجرور ومربوط في حبل وأخيرا في السقوط الكامل فأنت بتتكلم يعني نهاية سداني أسيس نزار لقيت واحد من قصوص القرن الماضي حد أجنابي بيحكي قصة عجبتني على الفخ وغيره بيقول شاف جزار واحد إنسان ماشي وجارر وراه شوية خنزير فقرب منه قال له إنت إزاي بتقود وتتحكم في كل الخنزير دي ده تتحكم فيهم صعب جدا إزاي ماشيين وراك قال له الأمر بسيط الخنزير بتحب الفول وأنا معايا كيس فول كل شوية أرمي حبيتين ثلاثة وأفضل أجرهم واختهم لفين للماتبح الأسيس ده بيقول يا ترى إيه الفول اللي انت حاب وإيه اللي إبليس بيجرك بيه وياخدك للماتبح يفضل يرمي حبيتين 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 لغاية لما ياخدك جهنم فلازم ناخد بالنا ما يغرناش بصور بمناظر بفلوس كله ضايع هون الرسول بولوس عم بيركز تقريبا بإصحاح كامل في أفاسوس على الحرب الروحية وبيعطينا يعني شو هي الحرب وبعض الصور يعني نعرف العدو بتاعنا وإزاي بيشتغل وكيف بيعمل وبنفس الوقت بيعطينا الطريقة اللي إحنا ممكن ندافع أو نحامي عن أنفسنا لكن فكرة الحرب الروحية اشرح لنا عنها أكتر شوي أسيس يعني قبل ما أكتر نركز على المكايد بلا مبالغة في النص اللي أرناه في أفاسوس 6 واضح ورؤساء هذا العدو ولاد هذا الدهر فواضح أني فيه تخطية لإبليس وفيه حرب روحية منظمة وزي ما قلنا كلمة مكيدة هي مناورة فهو عنده خطط عنده خطط عنده مناورات وعايز يدخلنا فيها ومن اللحظة اللي بنعرف فيها المسيح بتبدأ الحرب الروحية بتبدأ كلنا كلنا اكتازنا في دايسة نظار وكلنا دخلنا في الحروب ومن رد بنا انتصر ومن رد يشدنا لتحت إلى آخره فالحروب شغالة الحرب الروحية طبعا لما نقول الحرب الروحية هي حرب مش مع لحم ومش مع دم مع كائنات رحية بتعمل من خلال هذه الكائنات الروحية طبعا وبعدين بيتكلم عن المصارعة حبيت المصارعة هي مواجهة طبعا يعني كأنه بيقول انت face to face مع العدو يعني ذكرتني الملاكبة انت فايد وعند تفوت عشان يعني بتواجه الخصم بتاعك هي فعلا كلمة مصارعة بتعني اشتباك بالأيدي صح فتعني الحرب قريبة جدا تلاحم لها الدرجة تلاحم تلاحم بالأيدي طيب خلينا فإذا انت يعني حكيت عن مكايد مأخوذة من المكايدة اللي هي مناورة وخطط في مناورة في تنظيم في قواعد ايه بدك توصل نياته انا انا في وكهة نظري اخطر حرب بيشتغل عليها ابليس ده من وكهة نظري وقد اكون مخطئ انا بقول للكل بكل حرية ان اخطر حرب بيشتغل عليها الزهن الزهن لان انا بقول ان ابليس بفكرة يقدر يضل بفكرة يقدر يخلي قائد يدخلنا في حرب تبيد ملايين وده حصل عبر التاريخ ومزال بالضبط فيجي السؤال هل ابليس يقدر يدخل فكرة او يدخل والكتاب مليان بايات تقول كده يعني مثلا في لوقة تسعة ستة واربعين والتلاميذ قاعدين كلهم يقول ودخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم ازاي هم قاعدين كلهم دخلهم الفكر في نفس الوقت مين دخلوا هو ابليس فدخلهم كلهم في صراع مين الاعظم مين الاول مين الاكبر يا مين اللي عمل كده لما نيجي ناخد قصة حنانية وسفيرة فبطرس يقول له يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك يبقى مين اللي دخل الفكرة فهو بيدخل فكرة عبر التاريخ والكتاب مليان لما يخلي واحد زي هتلر يدخل في حرب ما تقدي مصيبة لما يخلي فانا بقول من وكهة نظري برضو بقول ان ابليس بيشتغل على حربين ان ابليس هدفه الاول يعمي اذهان غير المؤمنين فعايز يعمي ده حتى الحقي بواضح لكن يعميه وطبعا ده واضح في كورينسوس التانية 4-4 لما يقول الذين فيهم الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين فبقول الهدف الاول يعمي اذهان غير المؤمنين الهدف التاني يفسد اذهان المؤمنين فهو يعمي اذهان غير المؤمنين يفسد فيدخل الكنيس ويفسد الزهن بتعاليم غلط بافكار غلط بيحصلوا منه وطبعا قال الرسول في كورينسوس التانية 11 ولكني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم تمام فهو طيب أجي مرة تقولي نجح آه ده نجح ببراعة نهانكم عن البساطة التي في المسيح في المسيح يعني ناصر تتحبك أمور معقدي فدخل الشكوك آه نجح نجح وببراعة أبسط مثال لما أعود أبص على خريطة العالم النهار ده غير لما بقول هتلر دخلنا في حرب بصدام ما عرفش عملية ومن خلال فكرة مجنونة لما تيجي تقول عندنا النهار ده كام بوزي في العالم الإحصايات بتقول حوالي 380 مليون فكرة ضللت قد ايه ملايين لما تيجي تقول فيه كام هندوسي مليار مليار فكرة ضللت قد ايه فإذا بفكرة هو أزكى أن يطلع واحد وبفكرة ويضلل عشان كده بقول له كل اللي بيشوفني بقول له لازم إذا أنت عايز تعرف الحق أول حاجة لا تقبل مسلمات تاني حاجة خلي ده يفكر ويحلل ويفحص ويدور عن الحق وفوق الكل تعال له كل يوم وليه يا رب نور طريقي أنا عايز أعرف الحق وهي نور طريقه يعني إحنا كمسيحيين مندعو هذا الشيء لكن فيه ديانات تانية بتقولك لا يعني ما تفكرش لأنه هذا عدم إيمان وهذا كفر وهذا جحود بالعكس يعني أنا شفت يعني على سألتك في الأول على موضوع أنه هل شيطان أو هام وكذا أنا بالنسبة لي لما رحت في وقت الحرب فت على الرقة وشفت مئات إذا مش ألاف الجسس في الشوارع تعون داعش وبعدين اللي بقولك ما في الشيطان فعلا يعني هناك بتشوف إنه في شيطان طبعا واللي بأمنش في وجود الله أنت لما بتشوف هذا الشر العظيم بتقول لا في إله كمان طبعا في إله يعني مش ممكن يعني كلا الحالتين خلتني أشوف في الصورة بطريقة مختلفة طبعا فعلا في شر فعلا في شيطان لكن فعلا الله موجود طبعا إذا أنكرت وجود الشيطان أنكر وجود الله نعم يعني على طول لكن اللي أنا بقوله ده إن يعمي أذهان غير المؤمنين يفسد أذهان المؤمنين مش ده صح كتابيا ده اللي بيحصل ده اللي أنا بعد ما فضلت أدور في كل الكتاب فلاقي الدول أهم هدفين هو بيدرب فيهم لا بولوس بعلم الذي أنقذنا من سلطان الظلم ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي ولما الرب دعال شاول الترصوص اللي هو بولوس الرسول قم على رجليك من أجدهاد انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيك وبما سأظهر لك به منقزا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم شو إرسلتو لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله ومين بيحرك الظلمة مين إله ظلمة هذا الدهر للأمانة أعتقد ترجمتها لو اتعامت كتب بأدق إله ظلمة هذا الدهر لأنه هو صاحب السلطان على كل الكون من وجهة نظري هو الله هو سيد كل الكون لكن إبليس إله ظلمة هذا الدهر هو المسيطر على حركة الظلمة فحطيت واحدة من المكايد ودي أشهر مكيدة الإغواء والإغراء بيغوى قدية بيغرى قدية فبقول هل بيتحكم النهاردة أو ليه دور على الميديا أكيد أكيد بيستخدمها أو بيستخدمها يعني أنا دائما بقول الميديا هي سيف ذو حدين بالزبط يعني ممكن تكون بركة لكن ممكن تكون لعنى مشان هيك الخدام المؤمنين اللي حتى بيطلع على الميديا أنت به شو بتتكلم أو شو بتعبر لأنه فيه كل كلمة عم بتروح للناس عارف ياس نزار أنا خدت تجارب المسيح ونظرت لها نظرة من خلال المكايد قلتنا هتطلع على المكايد بعض المكايد من تجارب المسيح بس طيب رح نحكي عنها بس خلين أعطي فرصة للمشاهد إذا عندك مداخلة عندك تحب تكلم الرقم موجود أمامك على الشاشة رح نرجع بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 أهلاً أعزائي حديثنا عن مكايد إبليس وضيف الحلقة الأسيس عزة شاكر أهلاً وسهلاً أسيس عزة أهلاً بك أسيس نزار في يعني قبل الفاصل كنت بدأك تتكلم عن التجارب أهلاً كل أعزائي موسيقى عشان موضوع كتير كتير مهم أهلاً نقرأ في التجربة ثم أخذه إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجدها هنا إغراء يوريه جميع الممالك وبعدين يقول له أعطيك هذه جميع إن خررت وسجدت لي طبعاً اللي يعمل نظرة لهوتية لكل التجارب هو هدف إبليس الأول كان يبعد يسوع عن الصليب ده لو هنيجي ناخد الدراسة بعمقها لهوتية لكن أنا بأخذ المكيدة فهنا بقول أراه جميع ممالك العالم ومجدها فبيعمل ليه يغويني يغريني يغريني بأنا كإنسان أنا عايزي غير شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة الناس كلها النهاردة بتصارع عايزي بيت أكبر عربية أحسن عنده شليه هنا وشليه هنا إغواء وإغراء رغم أن بقول لكل الناس مش هتاخد حاجة أنا ليه جملة بقول كل ما نملكه هنا يوما ما سنتركه ما ننفقه لعمل الملكوت والعمل الرب بنرسله قدامنا قدامنا حتى رؤية طوبة للأموات الذين يموتون في الرب لكن لما يكملوا ليه أعمالهم تتبعهم لكن فلوسنا مش هتتبعنا لما يجي للإغواء والإغراء إغواء وإغراء قدقيه النهاردة وأنا قاعد أعمل دراسة هل تتخيل اللي أنا عرفته أن فيه 45 مليون موقع إباحة على النت 45 مليون تخيل بقول الله يكون فعون ولادنا وشبابنا فيه 150 مليون صفحة إباحية على الفيسبوك 150 مليون حد يصدق ده على أشهر أربع مواقع إباحية في العالم وصل عدد الزيارات من مصر أنا عشان مصر هتكلم عن مصر وصل عدد الزيارات من مصر 950 ألف زائر في اليوم خيلي أنا بقول ده ليه أنا بقول مكيدة الإغواء والإغراء وأنا خدت بس الجزئية ده ده غير إغراءه بزميلتي في الشغل بالسكرتيرة بالأستاذ إلى آخره فلم يبقى 950 ألف زائر يوميا من مصر سنة 2016 على أشهر موقع إباحي بصيت لقيت العداد قالوا الدراسات قالت العداد عدد الساعات اللي اتشافت عدد ضخم جدا يعني أربعة وقدامها قدامها 12 سفر وبعدين 599 مليون ساعة يعني أعداد مهولة جدا فيه على الموقع ده 81 مليون عملية بحث يوميا على مستوى العالم 81 مليون أنا بقول ده كله شايف الإغواء والإغراء فأنا بقول لكل واحد بتشوفني خد بالك السقطات الجنسية مدمرة مدمرة لبيوتنا والحياتنا والأولادنا وعدو الخير مرعب مرعب أنا دي مكيدة واحدة بس من المكايد لكن لو هتكلم عن مكايد تانية كثيرة لا كمان يسوع لما بيتكلم عن الكلمة بقول وغرور وهم هذا العالم يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر يعني حتى المؤمنين مرات الغرور والهم وكل هاي التجارب والإغواءات عم بتحولوا عن النظر للرب والكلمة فهارف خد مكيدة تانية أنا بمسك التجارب أحللها بقول مكيدة استغلال وقت الاحتياج استغلال وقت الاحتياج واضحة لما نقرأ عن تجارب المسيح يقولك فبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم المجرب إم تتقدم لما جاع وقت الجوع وقت الإنسان بيبقى فيه ضعف فيه تفسخ داخلي وأنا عندي جوع فبيدخل إبليس فأنا بقول له كل واحد خد بلت من المكيدة دي بيدخل وقت الاحتياج العاطفي بالمكيدة بتاعته بيدخل وقت الاحتياج للشعور بالقيمة يدخل بمكيدة يدخل وقت الاحتياج المادي بمكيدة تخيل واحد محتاج ظروف صعبة عايز وعايز فبيدخل بمكيدة يقول له غير رقم وأنت تفك أزمتك المالية خد الراشوة دي تفك أزمتك المالية اسرق الحاجة دي تفك أزمتك بيدخل بالشكل ده ولا وقت الاحتياج العاطفي سهل جدا الإنسان محتاج محتاج فيه مشكلة هو مراته فيدخلوا بزميلة في الشغل يدخلها بزميل جنبيها يسمعوا كلمات حلوة وقت الاحتياج فبقول وقت الاحتياج لكن كتابنا يعلمنا النفس الشبعانة تدوس العسل للنفس الجائعة كل مر حلو يقول له أشبع إذا استيقصتوا بشابهك فبقول اللي يشبع بالرب حتى هيلقي الرب كده ما لا الجزء ده ما لا كيانه الداخلي أنا مش محتاج لأشياء أنا محتاج لأعلاقة لو عندي علاقة حلوة بالرب أنا غني أنا غني فدي مكيدة من المكايد مكيدة تانية مثلا قلت مكيدة التشكيك خطيرة جدا جدا سداني عدت حل المكايد بس مع الرب يسوع لما يجي له المجرب يقول له إن كنت ابن الله هنا التشكيك بيشمل عدة أمور عدة أمور أول حاجة ودي عايز أقولها لكل واحد بيشوفنا الوقت تشكيكه في اختبارنا الروحي إيه اللي أصده باختبارنا الروحي اللي يسبق التجارب مباشرة معمودية يسوع على طول ده بعد المعمودية جيه المجرب في المعمودية إن فتحت السماء وسمع صوت الآب هذا هو ابن الحبيب بعدها بلحظات جاي يقول له إن كنت ابن الله وكأنه عايز يقول له مش يمكن اللي سمعته ده توهم منك مش يمكن شوية ضوضاء كده وإنت فكرت إن ده ده فهو يشككنا طب بييجي أسيس نظار حضرتك خادم وشفت وزورت كنايس العالم كله قد إيه بتقابلنا ناس تشك إن هي قبلة الرب مخلص شخصي وإن ممكن لو ماتت هتهلك لإن ما خدتش اختبار مين اللي بيعمل ده إبليس إبليس وده كان يعني الأسلوب اللي استخدمه مع حواء أحقا قال الله فييجي يشككني في اختبار الروحي أنت مش مؤمن بدليل أنك سقطت في الخطاية فالتشكيك ده فضيع فضيع في نفس الجملة إن كنت ابن الله فهو يشككني في اختبار الروحي ويشككني في إبوة الله وبيجي لنا كمؤمنين ولا بيجي لنا إحنا ولا لا بيقول لي لو فعلنا الله أبوك ليس بابنك يا عيا ليس بك في الاحتياج ده ليس بك في الآزمة دي ليه أديك لوحدك ومحدش حاسس بيك فيشككني فيه إبوة الله ليا فبقول لكل واحد إيه وعد شك في إنك ابن ليا أو تظن إن هو بعيد عنك تلاميذ لما كانوا في السفينة قالوا يا قليل الإيمان مش قال لهم كده يا قليل الإيمان إزاي تغرق السفينة والرب فيها فأنا بقول التشكيك طبعا التشكيك لو دخلت فيه كتير جدا لأنه ممكن كمان يشككني في مراتي هو يدخل فكرة هنا يشكك مراتي فيها يزرع أفكار يشككني فيه شريك خدمتي فيه صديقي إلى آخر ويدخل بكل أفكار الشك لكن لازم نكون نيقظين مش عايزة طول أنا عايزة أسمعك يعني أنا لأنه بتتكلم عن كده طريقة من هذه المكايد اللي بيستخدمها إبليس يعني واضح أنه ترجع لنفس معنى الكلمة أنه بيستخدم المكايدة وبدفزها بواسطة طبعا أجناد الشر الروحية في السموية طبعا إلو أعوان وإلو تنظيم كامل في التنفيذ كل هذه المناورات وهذه المؤامرات خد مناورة تانية من نفس التجارب ده لو طلعت للي بيحصل في الدنيا غير عادي أنا بقول لحضرتك كتبت 25 مكيدة بقول مكيدة الرغبة في نيل مديح الناس وأنا حاولت أطلع بس من التجارب فيقول عن الرب يسوع ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة أوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب على الأيد يحملونك طبعا لما نعمل دراسة تحليلية في التجربة الأولى قال له إن كنت ابن الله قول أن تصير هذه الحجرة خبزا فالمسيح قال له مكتوب لقم الشيطان في التجربة التانية قال له مكتوب هل ممكن إبليس يستخدم المكتوب يوقعني؟ أه بسهولة جدا طب هو يعرف المكتوب؟ أه يعرف المكتوب أه بس وقح ده وقح جدا فقال له مكتوب لكن أنا هاخد بس فكرة الرغبة في نيل مديح الناس وزي ما قلت إن هدف التجارب يبعده عن الصليم فلما يرمي نفسه من على جناح الهيكل الجماهير قاعدة تحت يشوفوه محمول على الآياء دي كله هيسقف له ونملكه وبدون صليب مش كده؟ دي الكرسة الكبيرة لكن الفكرة مين ما يحبش نصفيك الناس مين ما يحبش نظرات الإعجاب كده بيه من الناس فيقول له إيه طرح نفسك ودي يعني مكيدة بيوقعنا فيها فأنا عايز مديح الناس إذا تبرعت هيكتبوا اسمي على عمود الكنيسة صح؟ نصب بارك يا رب عبدك عزة وانا عايز دي مش كده؟ أو عايز أساعد واحد أنا أطلع وديله فأنا أبا كده يعني بالنسباله ما شاء الله الرغبة عايز أطلع على المنبر أنزل الناس فرحانة بيه أمام الرب أقول لنفسي يا رب خليني أكون عايز أفرح قلبك إنت مش أفرح بمديح الناس عايز أشبع قلبك إنت مش الرغبة بإني أبهرت الناس أنا عايز أكون مرضي قدامك فالرغبة في نيل مديح الناس خدعة كبيرة جدا كل إنسان بيقع فيها لكن إزاي أتعلم لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك إزاي رغبتي رضاك يا رب مش رضا الناس ولا مديح الناس فيقول له اطرح نفسك بقى كل الناس هتسقف لك مين مش عايز كل ده في الكنيس يا أسيس نظار دي الناس بتزعل لو ما مدحنهاش من على المنبر أو لو ما قلناش اسمها فيه معرفش إيه عايز الإسم يبان عايز أطلع في الصورة تيجي الصورة تلالوعد عملي طلع كده يعني كله فدي الرغبة في نيل مديح الناس لا وكمان فكرة تاريخية إنه فيه شخص قبل المسيح رمى نفسه من جناح الهيكل لكنه مات فده مات إذا أنت إثبت نفسك فالقصة ما زالت موجودة في أزهان الناس فأعمل إيش الهيكل يعني تخلي الجماهير واو طبعا تملكه على طول تملكه وبدون صليب ويبنجح إبليس لكن بارتو حتى لو قلنا فكرة بدون صليب إذن هي نفس الفكرة أنا المفروض أعيش الصليب والصليب إماتة للذات لكن إبليس عايز ياخدني لإيه للذات هي نفس الفكرة نعم الذات إن الناس مبسوطة مني أنا ما شاء الله كبير قوي لكن إنكار الذات هو ده العملية الصعبة أخذ مكيدة تانية ونفسي أسمع يعني اللي أبدأ أقول إنه هي أعظم معركة من واجهها هي الذات يعني تتكلم على المعارك الخارجية لكن أصعب معركة جوة اللي راح نضلنا نحارب فيها للممات طبعا طلعت مكيدة تانية ده أنا عملت التحليل كتير بس وكان هدفي مش التجارب نفسي لكن المكايد قلت واحدة من المكايد واحدة من المكايد إبليس يفتح عيني على الوعود ويغمض عيني عن الوصايا هو يفتح عيني على الوعود وزمان كنا نقول للولاد وإنتوا بتاخدوا خلوتكوا تعال عند الوعود وخط وحط خط أحمر وأخضر وطالب الرب بالوعود ده أنا في وكة نظر ده مكيدة ده مكيدة جبتها إزاي من التجارب المسيح هو قال له اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب على أيديهم يحملونك لقال تضرب بحجر من رجلك هو اكتبس ده من مزمور 91 لما نرجع لمزمور 91 يقول كده يقول لأنه يوصي ملائكاته بك لكي يحفظوك في كل طرقك دي أرحشالها إبليس فهو مكت جدا يشيل الجزء المهم وحط الجزء اللي بيعجبنا اللي بيرياحنا ده جزء البدع من سميه بالضبط فقال له مكتوب على أيديهم يحملونك مش يحفظوك في كل طرقك فأنا بقول الرب يحفظ من يحفظ نفسه الرب يحفظني وأنا في طريق الرب داود يقول له سهل قدامي طريقك مش طريقي طريقك أنت فاللي أنا بقوله رحشال الجزء ده اللي فيه الوصية وحط الوعد فإبليس بيجي لكل واحد يلمع قدام الوعد وينسيه الوصية أقول الصدق لو شغلنا أنفسنا بأن أتمم الوصاية وعوده هتتم هتتم وأجي عند كل وصية أقول لي رب ساعدنا عيشها لما دورت في الكتاب يا سنزار لقيت معظم الوعود والوصاية شابكين في بعض إحنا ناخد الجزء اللي يريحنا ونسيب الجزء اللي مش على مزاجنا اللي بحقنا في مسؤولية مثلا نقول لبعض ده قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين كلنا بنقول لبعض طب والتكملة احملوا نيره مين جه قال التاني ده قال احملوا نيري عليكم لدي ما نقولهاش خالص مثلا نموذك تاني نقول ده قال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر طب والتكملة ده قال اذهبوا وتلمزوا وها أنا معكم حتى وهو العطف موجودة فنسيب الجزء اللي مش على مزاجنا ونقول لبعض ودي مكيدة مكيدة من المكيد اخذ الحتة اللي تعجبني من الآية واسيب النص التاني انا طولت عليك انا قاسم لا يعني انت بتتكلم على 25 مكيدة بس وانت بتتكلم اخذني اكتر من 25 مكيدة ده كتير لانه كل واحد بمرفي اختبارات حياته وبمرفي مكيد لانه بنرجع ل الكلمة هي بتشمل يعني كل خطية وكل ممارسة لا اخلاقية يعني من كندا من كده ناحية من ننظر له من لهوت باطل وديانات مزيفة من الغواية من الدنيوية من يعني ابليس عنده معسكر كامل هو مكتب عنه رئيس الشياطين صح رئيس هذا العالم صح الى هذا الدهر صح وهذه المساميات يعني بتعطي مش بس اسمه طبيعته وعمله ايضا خلال طبيعته نقدر نستشف انه عمله اوسع اكبر من محدوديتنا احنا مشان هيك محتاجين فعلا للرب والكلمة طبعا 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 فانا كان كل هدفي بس المكايد افتح حيون الناس عليهم ارجعت لقصة السقوط قلت ديت الكصة الاولى اللي فيها الشيطان اسقط ابونا ادم وامنا حوى وبيستخدم نفس اللعبة معانا احنا كمان نفس الاسلوب فلما عدت ادور على المكايد مثلا لقيت واحدة من المكايد في قصة السقوط برضو انا عامل دراسة الهوتية خاصة عن السقوط لكن المكايد اللي واحدية فمثلا من المكايد قلت يفتح عنيك على ما حرمت منه مش دي ما كده يفتح عني على ما حرمت مين فينا مفيش عنده كل حاجة كل واحد محروم من حاجة كل واحد عنده نقطة سودة في حياته حياته في شغله في ولاده الى اخره فيه نقطة ضعف فهو ييجي لآدم والحوى يقولها احقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة شوف الخبس هو الخبس عشان يلفت نظرها انها محرومة من حاجة هي بلعت الطعم حور الكلام اه حور الكلام فبيقولها احقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة اطلق من جميع شجر الجنة نأكل اما شجرة معرفة الخبس فلا تأكلها منه ولا تمسها لما عملت اقارن الدراسة هل الرب قال كده لا ده هي هي اسقطت كلمة وزودت كلمة بالزبط كده لان الرب قال لها من جميع شجر الجنة تأكلوا اكلا وتأكلوا اكلا دي في اصلها جميلة وحضرتك استاذ اللغة العبرية وتقرأ العبرية كما العربية تأكلوا اكلا جاية في معظم الترجمات الانجليزية تأكلوا بحرية كله زي ما انتو عايزين والوصية تبدأ بكلمة من جميع ده مديك ملايين الاشجار ملايين الاشجار من جميع الله عطاء الله حب اما هذه الشجرة قال لي يوم تأكل منها موتا تموت حوى بلعت الطعم زودت لي لا تأكلها ولا تمسها زودت لا تمسها وحزفت اكلا قال لهم تأكلها اكلا ولا تمسها وبلعت الطعم المهم بيفتح عيني على الاحتياج على اللي ناقصني اللي انا محروم منه ان فيه شجرة هي انا محروم منها طب ليه ما اخدش منها يا سلام فهو بييجي واحدة من الحاجات اللي يسكتني فيها شوف ابنك عيان شوف اديك مش قادر تسدد الاحتياج شوف ادي عندك الازمة الفلانية في صحتك وكل ما يفتح ده يصيبني بالشفقة على النفس والشفقة على النفس ده متعبة جدا جدا فطبعا دي اجذوبة واحدة من الحيال وطول ما يفتح عيني على احتياجي واللي انا محروم منه ما اقدرش اشكر اقدر اقف اشكر لا ما انا محروم من كذا انا اللي مالي مخي اني حرامني في نفس الوقت خدعة تانية مكيدة تانية مرتبطة بدي اني يخليني اشك في حقيقة صلاح الله لما اشك في حقيقة صلاحه انه كأنه حرمان هو بيحرم لا كل الكتاب بيعلن الله صالح الرب صالح للكل فبقول لكل مشاهد اوعي يشككك في حقيقة صلاح الله اوعي يفتح عينيك على احتياجك وتفضل فيه رسائل ذات وقاعد صعبان عليك نفسك عارفت تقبير المصر صعبان علي نفسي عامل جنازلة نفسي اه مكيدة عايش فيها تفتكر اللي صعبان علي نفسه ده يقدر يوم يكرز يدخل البيوت يفرح البيوت ما هي الفكرة انه بيحول نظرك عن يعني عن الحقل الحقيقي خليك منشغل في نفسك وترثل حالك ووضعك اه اه السيس يعني هل فيه مكايد اخرى عشان بدي انا العلاج كمان بالدقائق اللي بقيت اه فانا بشكرك لانك تعم بتحذر فعلا بتنبه لامور كتير اللي مرات احنا بنوخدها يعني بدون اهتمام سدان يا سنزار المكايد كتير جدا فبقول مثلا يشككك في حقيقة ان في دينونة ده اكبر كارسة عالشين فيها ولا قالوا يوم تأكل منها موتا تموت تمام لكن يجي بليس يقول لي لن تموت لن تموت مفيش دينونة تتجنيت ربنا قاعد مش بتسمع التعبيرات ربنا قاعد مولع نار وقاعد علشان يشوي الناس مفيش دينونة مفيش حاجة اسمها دينونة مش فيه طوايف عندنا اصلا لا تؤمن بالعذاب الابدي لا تؤمن خلاص مفيش دينونة لن تموت مكيدة واقع فيها ناس كتير جدا يشككني فيه نتائج الخطيئة نفسها وإيه أنا بقول حاجات علشان بسرعة لكن لا شوقنا انك تكمل الكتاب ونقرأ وعشان ناخده بشكل موسع لكن طبعا من خلال قراءتنا للفحوة في الكلمة اللي قرأناها كمان بيعطينا العلاج والحل ده صح فشو يعني كيف الناس اللي سمعت انه فيه مكاهي فدلوقتي شو نعمل أقول بسرعة في ثلاث دقايق الخطيئة بتعمل ايه فينا من قصة السكوت نعم في جمل وبعدين نيجي للحلول أنا متأكد ان حضرتك عندك حلول كتير جدا ونفسي اسمعك في بقول الخطيئة لما سقط آدم محاول أول حاجة تحدث تشوه في علاقة بربنا بعد ما كتل علاقة ود وكل يوم الرب ييجي وتخيل آدم مستمني كده يسمع صوت الله لكن بعد ما سقط في الخطيئة يجي له آدم أين أنت فقد الشركة سمعت صوتك في خشيت لأني عريان فاختبأت شوف تشوه في العلاقة وبعدين تشوه في علاقتي بنفسي بنفسي وانا عايز كل مشاهد يفكر في الجملة دي كويس هو سقط في الخطيئة تمام فقال له أين أنت سمعت صوتك لأني عريان طب ما أنت عريان من الأول إش معنى الوقت حسيت أنك عريان طيب دول خاطئ أوراقتين وحطوا لكن حاسس بإيه؟ بالعري بالعري كده ولا إيه؟ نعم إذن أقول الخطيئة تخليني دايما عريان حتى لو لبست أجمل بدلة حتى لو قلت أجمل كلام روحي قدام الناس لو أنا ساقط في الخطيئة سدقني يا سنزار أنا ببحث أن عريان قدام نفسي نعم فالخطيئة تخلق تشوه في علاقتي بنفسي تشوفني؟ يا مفيش زي الأسيس عزت يعني ده منظر ده منظر يوم ما بساقط أنا مهل هل من جوة أنا مش عارف أنام تشوه تشوه في علاقتي بالآخرين نعم الرب أوجدني عشان أنا أكون سند للآخر أعيش من أجل الآخر يوم ما ساقطنا في الخطيئة أنا عايز أستغل للآخر أنا عايز أستخدم الآخر لمنفعتي وإيه أنا بقول جمل كبيرة؟ محتاجة شرحة كتير لكن يوم ما قاله فقاله المرأة التي أعطيتني شوف بير من لهم يجي المرأة حية الحية لما يقوله المرأة التي أعطيتني ده أنت اللي غلطا ما أنت اللي عملتها فبقت العلاقة بالآخر مش أنا مش أنا موجود من أجل الآخرين أصبحت العلاقة النهاردة كل واحد عايز يسخر الآخرين لخدمة أغراضه ومصالحه يعني يعني أنا أقول تولدهم بسرعة أمين طب يعني اللي سمعوا عن هذا الموضوع شو العلاج ولو بشكل مبسط العلاج العلاج هو الرب تقوّوا بالرب في الرب وفي شدة قواته أمام يسوع أنا بقول لنفس الكلام ده مش لللي بيشوفني بقول أنا المفروض أكون يقز لأربعة وعشرين ساعة نعم وعيني على الرب لأربعة وعشرين ساعة تهمل خلوتك إبليس هيخدعك لأنه مكتوب إسهر ووصحه آه لأن إبليس خصمكم يعني عم بيشتغل فإذا أحملت قعدتك قدام الرب وتمسكك بي ودرستك في كلمته هتسقط هتسقط على طول يعني أنا بقول تاني ده أظن ناس برجين اللي كان بيقولك أو مودي يوجد أكبر خطر على أكبر مؤمن يهمل الكتاب المقدس إذا أنا أحملت أن أقرأ كلمته وأن أروح بيته وأن شركة المؤمنين اللي تب مصدر سند وتشجيع ليا إيه اللي بيحصل لما ندرس كل حياة الإبليس واحدة من المكايد لقيته محاولة الانفراد باية زي لما أخد جامرة كده من موقد أخدها بعيد يحصل لها إيه على طول هو جه لحول وحديه نعم هو يحاول ينفرد لكن لما نبقى مع بعض نسند بعض فوجود في الدفء الدفء بتاع الجسد الواحد المعتزل يطلب شهوته مش كده يشجعني يسندني فبقول لكل واحد خد بالك إبليس عايز ينفرد بيك يخليك تهمل خلوتك تهمل كتابك تهمل الشهادة لما نقرأ الكتاب عايز تغلب تنتصر كلمة يغلب أولا تعبر أني هي حرب مستمرة لآخر نفس لكن يقول لا يغلب أنك الشر بل اغلب الشر بالخير مرة تاني يقول وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا مرة تالتة وهم غلبوه بإيه خروف آه وبكلمة شهادتهم فعايز تغلب اغلب بالكلمة يسوع قال له مكتوب مكتوب هتغلب بالكلمة هتغلب بالإيمان هتغلب بكلمة الشهادة على طول هتغلب بالخير يعني واحد ما سلمش عليك سلم علي واحد قال عليك كلمة وحشة قول عليك كلمة حلوة فأنا أغلب بالخير نعم مش بالشر أمين أسيس عزة ربنا يباركك ونشكر رب من أجلك نشكر رب كمان نيالة كنيستك عليك أشكرك ربنا يباركك ويقودك ويستمر هيك تطعط الإرشادات والنصايح لكل من حولك ربنا يباركك إخوتي وأخواتي بدون طبعا أنه أزيد على هذا الموضوع بس باقتبس اللي ذكره الأسيس عزة في البداية أنه إحنا نتعامل مع عدو مهزوم مش مستحيل هذا العدو هزم على الصليب والفكرة أنه كل محاولات إبليس عم ببععد عن فكرة الصليب لدرجة أنه المسيح انتهر بطرس قال له يعني أبعد عني يا شيطان فإذا الفكرة والجوهر اللي هي الرسالة والإرسالية فداء المسيح وخلاص المسيح موته على الصليب وقيامته من الأموات حتى هذه الحياة نحياها في المسيح كل ما تقترب من المسيح كل ما بتكون عندك القوة الروحية أكتر يعني اشهد عن المسيح بحب أضيف كلمة امتلئ من الروح القدس لما نمتلئ من الروح القدس نستطيع أن نحارب شهوات الجسد وشهوات هذا العالم نظام هذا العالم الشرير الكتاب وعد يعني هيئة هذا العالم ستزول والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد نحب نسمع منك إذا محتاج مساعد روحية تواصل معنا ربي باركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة